بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع كبار القادة العسكريين الصراع في أوكرانيا بحضور وزير الدفاع سيرجي شايغو ورئيس الأركان العامة فاليري جراسيموف واستعرض الاجتماع نماذج جديدة من المعدات العسكرية كما تلقى بوتين تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واظهرت الصور التي نشرها لكرملن الرئيس بوتين أثناء اجتماعه مع شايغو وجراسيموف والجنرال سيرجي دوسكوي ورئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف وقال الكرملن أن بوتين استعرض خلال الاجتماع نماذج جديدة من المعدات العسكرية واستمع إلى تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة